يعني خلاص هل صار وقت مطبخ يوم جديد مع الشف على نيروخ وصار الوقت اني اودعكم بترككم في امان الله ديروا بالكم حالكم كمامتكم معاقمكم ودائما تفائلوا بان القادم اجمل ودائما يكون عندكم ثقة بالله دائما وابدا بترككم مع زميلتي هبة وايضا الشف على نيروخ الى اللقاء كل الشكر للك كاثي ويعطيك العافية ورح اشتغلك حبيبتي انتي يعطيك ألف عافية طبعا مشاهدينا وصلنا لفقرة المطبخ مع احلى شف بالدنيا شف على نيروخ حبيبي تقلبي اهلا وسهلا بسعد صباحك صباح الخير هبة وصباح الخير الكاتي كمان مرة ويعطيكم ألف عافية جميع كادر العمل في برنامجنا اللطيف الخفيف الجميل صاحب الالوان والقيمة الغذائية العالية بالجزء الاخير من برنامجنا الصباحي برنامج يوم جديد بفقرات المطبخ رح نهتم معاكم احنا الحلقة ما قبل الاخيرة لعام 2020 ان شاء الله تعالى يعني علا وعسى تكون الايام ان شاء الله يعني بفضل ربنا ان شاء الله انها رح تكون افضل باذنه تعالى بهالالوان الحلوة اللي انتو شايفينها امامكم وتحضير طاووس السفرة بالاضافة الى البط المحشي والمحمر والمأمر ولكن احنا صبحيتنا ما تحلى الا بوجود اروز تحفي والتونة الصياد وكارفور هايبر ماركت احلم المليون عريس تحفي رز تحفي عن جد تحفي معاكم مشوارنا الصباحي مشاهدينا يعني علا عم بتودع السنة الجديدة باطباق شهية كتير نعم احنا في راس السنة غالبا كتير في تجمعات للأهل للأصدقاء مش شرط يكون موضوع الموضوع عيد ولكن يعني الجمعة لما احنا نختمها مع العائلة دائما بيكون يعني علا وعسى انه احنا نبدأ ونبلش ونظل مع بعض ان شاء الله طول العمر لكم جميعا رح نستعرض مقاديرنا لليوم لطبقنا الرئيسي البط المحمر والمأمر واللي مش عوط على الشاشة أهم شي مأمر يلا ناخد المقادير نحتاج بط محمر محشي بالخضار نحتاج بط طازج أو مجمد بصل بطاطا كوسة وجزر وتوم كامل كمان خلطة الدهن نحتاج ربع كوب زيت نباتي أو زبدة تنتين مع لأكبيرة خل أبيض وتنتين مع لأكبيرة عسل أبيض وتنتين مع لأكبيرة دبس رمان أو معجون الطماطم أو باربيكيو سوس كمان نحتاج للملح وفلفل وهيل وجوزة الطيب وكركم وبهار دجاج وزعتر ناشف وباربيكا منحتاج للتقديم بندورة كرازية أكليل الجبل دورة مسلوقة وفطر أبيض سوته تيكس تلصة مقادير أول طبق معنا تمام هلا إحنا هبا بالنسبة للبط إذا كان بط زي أيام زمان ندبحه ونيجي أنا ما بفضل إنك تتبحي وتكليه مباشرة خلي يوم بالتلاجة لازم تهدى السوائل في داخل الطير أنا جايبته بط بلدي مجمد ودواب التلجه بدكتين أعينه قبل بليلة بالماء والملح تمام بهذا الشكل إيش هذا الأسود اللي موجود عليه هذا اللي تشعوط على عين الغاز لحتى كل الريش الموجود يطلع زي ما تعلمنا من أهلينا هاي هي الطريقة السليمة لحتى نسحب كل الريش اللي ضل على جسم الطير إذن مهمة كتير إني أشعوطه على عين الغاز وألفه من كل الجهات زي ما إنتوا شايفين تمام هيك؟ ياب بعدين ستي إحنا رح نحط كوسة جزر بطاطا بطال بيبي بروكلي دورة بندورة تشيري فطر أبيض اللي رح يفوت على جسم البطة لمدة الطهي الطويلة هو رح يكون بطاطا وجزر وكوسة إذا حبيت تحطي أشياء تانية بصير يفضل باقي ما طبقة تعمليه جانبي بكيس نار أو بكيس حراري رح أصفي الماء عن الخضار ونبلش مباشرة ونصبح عليكم أكيد أرقامنا عن تظهر في أسفل الشاشة لحتى نشوف مشاركاتكم في الحلقة ما قبل الأخيرة في نهاية هذا العام ومعاكم هبا على البث المباشر أهلا وسهلا فيكم جميعا إحنا صالعين لايف على صفحة التلفزيون الأردنية يسعد صباحكم جميعا بس أنا عندي مشكلة بالكومنت يلا تمام إحنا هلأ وان الصينية راحت أطلع بالصينية يا عبا ما أخدتش إشي لسه هلأ إجيت يا أولا هلأ يلا ناخد عدنان الحمصي يسعد صباحكم يا رب شكرا نلاقي لك ميسر الصباح الخير عرين السعودي صباح الورد عدنان الحمصي عبدو يسعد صباحك يا رب وردة النرجس صباح الخير وكمان إنشي راح صباح الخير لأحلى شف والأحلى هبة شكرا لإلك وائل الشرفة يسعد صباحك يا رب وعرين السعودي منورين منورين بوجودك يا عرين شكرا لإلك إنشي راح بتقولك صراحة تعلمنا منك كتير شغلات شف علا ألف شكر لإلك تمام ستي ملح فلفل أسود خلطة الدهن هاي المطحون للتعطير جوزة الطيب اختياري للتعطير تقدر سيدة نفس كل إشي بس يكون جاج مش بط آآ آآ طبعا كركم للقيمة الغذائية لنأخذ درجة اللون تبعته بابريكا حلوة حارة أو مدخنة اللي بدكية راح نكتر شوي لحتى نزبط الألوان بالإضافة إلى متبل وحار الحكي تلكم عنه أو بهار جاج بهار فهي التلب الدكية بالإضافة إلى السبع بهارات اختياري طبعا كل هاي البهارات انت حرة بالإضافة إلى العسل بسم الله تمام لوقت ما تحطي العسل ناخد اتصال سهة صباح العسل يا سهة صباح العسل صباح الخير الله عليك يسعد قلبك يا سهة النجاح كبير لنجاح أكبر إن شاء الله بوجودكم ستي صباحك عسل وانت بألف ألف خير وانت بألف خير يا رب هاي الشف معاك يا سهة الله يسعد هالصباح الطيب الجميل انت بخير وصحة وسلامة هلا ستيك دائما على أكلاتك الطيبة وكثير كثير عم نتعلم منك أشياء حبيبتي انت البركة على سلامتكم احنا من بعدكم عمري وصحلة فيك أقول لو سمحت بدي أسألك بالنسبة للجاج اللي نحكي له الجاج بطريش أو النتفات نعم لازم ما ينطبخ مباشرة ولا يتبيت ولا إيش زي البط وهي بيتي بالتلاجة وتاني يوم استخدمي وقبل ما تستخدمي مي وملح وخل أبيض أعيو ما ينطبخ مباشرة لأن الطير لما بندبح بيكون الدم ماشي في الأنسجة فإحنا بنا نستنى يهدى عشان ناكل لحمة طيبة لازم نعم نعم ستي شكرا لإلك يا سوها وانبسطنا باتصالك تمام أنا كمان مرة للتنويه نقعتها بمي وملح وخل أبيض طول الليل عشان لحمة البط تروء البط معروف في مصر الحبيبة تحياتنا لأهل مصر الكرام وكمان عشان انتوا تكونوا عارفين هذا أكل الملوك أكل الملوك يعني الناس لتقيلة يعني الناس اللي طعمتمها مش أي إشي اللي هو إيش اللي هو بإنه إحنا بحاجة إنه إحنا ناكل قيمة غذائية بس بدون ما يكون في عندي دهون فكتير مفيد للجسم وطيبه لكن إحنا عشان إحنا نكون متطفقين مش كلنا كعائلات أردنية بنعرف هذا النوع من الطيور أو حتى أولادنا بيأكلوا شايف كيف صار الدهن دبء بسبب وجود العسل ودبس الرمان إذا ما بدك يكون لونها غامئ حطي معجون طماطم أو دبس في لفلة تمام هيك؟ أه شايف كيف بتحسيها استوات حان جد واللون حلو يلا لحن الحياة يسعد صباحكم بنان ماما ثروة سلاحات بتصبح عليكم يسعد صباحك طبعا تذكرتها خالي أم محمد من أحلى الأمهات الله يسعد غمرتني بحبها شكرا لإلك ليلى الرحامني صباح الورد أنا بحبك يا شف فعلا كمان سهاء الحراني يسعد صباحكم وصباح أحلى شيف فعلا أم نذير الخلايلة صباحكم ورد وفل نوري هبوش شكرا لإلك يا أم نذير وكمان معنا أم رانيين صباح الورد وأم مالك السعودي وأمل حمدان حمدان كل سنة وانتسال ما يا ربي أمل وسنت خير عليك وعلى كل حبايبك تمام حبيبتي إحنا هلأ هون دهننا الخلطة زي ما إنتوا شايفين ممكن نقليها ساعة ساعتين ثلاثة اللي بدكيها طب ليه حطيتي عسل العلاء العسل بيعطيها الطعم الدباء اللي بتشوفيه في أفلام كرتو اللمعة يمكن اللمعة أوكي كمان مرة اللمعة صاحبة الابتسامة البسيطة هبا يعني دايما وجودك يسعدني والله انتي وجميع الزميلات على سلامتكم لما إنك لابسي هاللون الحلو اليوم فأكيد سنتنا جاي أنا كنت خايفة ما أبين عشان نابس لون الكنباي لا بقول له كاثي مبينة بتقول لي مبينة بتجنني حبيبتي تمام إذن إحنا دهننا هون الباط الآن الباط أكتر إشي فيه حساس مثل ديكروم اللي هو منطقة الصدر عشان تفوت منك ها وكمان زي ما إحنا بنقولها تلعب السوائل في داخل اللحم رح نروح نجيب سرنجة أو عود خشبي بس بده يكون ماكن لحتى يقدر يغز معاي بمنطقة الصدر تمام؟ فإحنا بس هيك رح نعمل تقوب ممكن شوكة دس أبدأ قولك إذا ما عندها الإبري بالبيت آآ شوكة أو عود خشبي تمام نعم عشان هيك أول ما تفوت السوائل في منطقة الصدر رح يتنفخ معانا هالبطة بتنفخ بتنفخ مضبوط رح تنفخ بشكل يعني بتحسيها شو منفوخ وأنا بشوفهم بيعبوا الإبري من الصوص آآ هديك بيه هديك بالصدر في أديك الرومي عبناها وحقنا لأنه منطقة الصدر هيك تقريبا ارتفاعها اسميكة فمن هون ومن هون أخدناكها طب هذا اللي جوا وين؟ صح فمشان هيك إحنا بنحقنه لحتى ياخد النكها ألبط ما يميزه بأنه الجلد ارتفاعه تقريبا ثلاثة سانتي ثلاثة سانتي هي مليانة دهون إذا ضغطيه صح تاكلي أكل ملوك ممتاز ممتاز نحفد سجا صباح الخير يا سجا صباح النور يسعد صباحك وصباح كل أهلنا بالكرك يسعد صباحك أصدى على السيف علا تفضلي هاي الشيف معاك يا مليون صباح العسل صباح الفل والياسمين على أحلى سيف في الدنيا يا بيه صباح الورد أهلا أهلا وسهلا بالناس الطيبة حبيت والله أصلم عليك من محافظة الكرك أجدع ناس بالدنيا أهلا وسهلا فيك وصباحك سعيد أنا بنبارح بعشت إلتي وقابل إني أصفات معك عنجد أنا حبيت كنت ترجع بكتلون إلتي سنة خير وبراحة يا حبيبتي إن شاء الله إلنا وإلكم جميعا كل اللي بسمعونا إن شاء الله إلنا وإلكم هدات البال يا رب شكرا أشكرك ستي شكرا يا سجا شكرا تمام يا هبوشي معك ما أحلاها وما أحلى كلامها يا الله الناس اللي مثل هيك عنجد بيعطوا طاقة بتخليك تور اليوم مبسوطة يلا عشان ناخد الطاقة الصح يلا لازم ناكل بط عشان ناكل بطنا نحشي خضار يلا مالح في نشا بالبطاطا بدها مالح فلفل أسود ومتبل وخار تمام أو بهار دجال أو بهار مشكل زي ما بدك أو بهار السيزن كله بيزبط وزيت نباتي بهذا الشكل بتكوني ساعة الأر خضراء من قبل والإشي بس أكتر إشي بده يكون حجمه يعني شوي مش كتير خميل البطاطا لأنه هي الأكثر مدة بقطة هي تمام ها هرحرككم هيك ونحشي بطن البط يلا بسم الله ما رح تستخدمي رز بس خضراء آه بكرة الرز لا بكرة مش رز فريكة كمان عيشي بعيونك يلا ستي معك إحنا يلا أم عودة أم عواد عفوان صباحكم ورد وفل شكرا لإليك كمان أسامة صباح الخير أمي بتحضركم لأنها بتحب برنامجكم وبتحب الشفعولة أصبح عليها من العقبة وبحكي لها يا أمي بس أنزل الأسبوع الجاي بس أجي على العمان بدي ملفوف الله يخلي لك والدك يا أسامة وسلامنا لإلك كل الأفراد العيلة نعم صباحاً أنت عملتني ملفوف من قبل؟ لا والله حلو نعمل شي يوم حاضر أمرك شكلك بتحبيه أنا بحبه اه طيب ماشي حمزة والله إنكم منورين البرنامج تحياتي من حمزة أبو سجود شكراً لإلك يا حمزة نعم شاي الجروحي بروحي ليش؟ لا 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 ليش؟ ليش يا شاي الجروحي؟ صباحك يا رب نربط رجليها نسكرها نربطهم مع بعض وممكن نخليها بهذا الشكل لحتى تفوت على الفرن الآن طريقة الطهي بتفوت على فرن محمى مسبقاً على درجة حرارة عالية بتحطيها هبا أول عشر دقايق ربع ساعة لما تاخد لون بعدين بورقة زبدة وبعدين بورق فويل اللي هو ورق الأصدير تمام بغطيها وسعتين ثلاثة حسب يعني هاي وزنها ما يقارب ثلاثة كيلو بعد الدبح تمام؟ هلا احنا بالنسبة للخيط ممكن نربطها وممكن لا ما يعني مش ضروري شو بتحبي ستين؟ نربطها قولي بس هيك احنا بس راح نجيبهم على بعض لحتى إيش الخضرة معاي ما ترهر نكملين معا كهبة تمام تمام اه اه يب معنا اتصال ناخد علا من عمان يسعد مونة عفوان صباح الخير يا مونة الله يسعد صباح عقلي بعولا صباح الخير مونة سوها كل واحد كل واحد قبيبة قلبي اهله سهلة فيك يسعد صباحك لانه حظ ما حلو اللي حكت قبل شوي كمان اختي سوها الصباح كمان هاي اختي كمان حظ ما حلو اليوم معكم الله يخليكم لبعض يا رب حبيثي الله يسعد صباحكم الحلو كل عام وانتو بقلق قلق خير يا رب والأردن كلها والله يرفع يا رب الوباء عنا اللهم عامين أسلم عولادي بالغرب بحكي لهم الله يهون غرب الصم وغربة كل الشباب المشتريدين يا رب يا رب ستي يا رب صباحك عسل اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا اهلا وسهلا وان شاء الله الله يجمعك بولادك عن قريب تمام احنا هلا هيك راح نروح نحطها تحت الشواية بس تاخد لون بنغطيها ونخليها لحتى تستوي اكتر منطقة تحتاج لمدة طهي عالية هي منطقة الصدر لوجود طبقات من الصدر في هذه المكان الجلد مليان هاي شوفي معاي الجلد كيف في دهون فهاي كلياتها من هون دهون طبقة كتير عالية ولحمه أحمر مثل الديك البلدي يعني هذا الأكل اللي بيشهل راح نروح فيها على الفرن هبا يلا ونبوش ونروأ خدي معاك شوية هادو بعدها راح نجهز احنا لفاصل مباشرة جلود الحاج صباح الخير حمزة بني مرعي صباح الخير منورة يسعد صباحك أثيل الناصر يسعد صباحكم وأم محمود أم سليمان أمل حماد أم علاء أم عمار فيصل لعمارات أم علاء أمل حماد أم رامي العجوري أم بشير الطيب وعائشة الجارحي يسعد صباحكم جميعا خلونا مشاهدينا ناخد فاصل صغير وبعدها منكمل يوم جديد اشتركوا في القناة يا سلام يا علاء على هالبط كيف باس؟ بشهي منظره كتير طيب منطقة الصدر إذا مستوية أو لا طيب هلأ احنا بالنسبة لبروكولي غليتها بماء وسكر شوي هيك بلنش خفيف وبعدين بعد ما غليتها طلعت وحطت عليها مي باردة هلأ بنحط عليه شوية مالح فلفل أسود اللي بتكمية تمام؟ احنا معاك هباء أي مشاركة يلا اللهم الله أم ماريا صباح الخير كمان زهرة الخزامة صباح الخير نايف علاوة يسعد صباحكم من العقبة شكرا لإلك الحج يوسف فنون بيحييكم صباح الخير ديالة الجريني ما شاء الله إبداع عزو يسلموا هالإيدان يا شيف أحلى تحية للمصور أبو النعيم يوسف الحاحلة شكرا لإلك يا يوسف وأكيد يعطيهم العافية مصورينا المبدعين الحاج يوسف كمان يسعد صباحك الزهرة الجميلة يسعد صباحك صوفيا الزواهرة عفواً أم ناجي صباح الورد واليسمين بنت الدعجة بنحبك كتير شف علا الله يسعدهم ويسعد أيامهم إن شاء الله يا رب أم أحمد علوش يسعد صباحكم بكل خير بكرة عيد زوجي بدي أفكار وأكلات طيبة العمر كله يا رب جبالك على الزلمة ها الله يخليكم لبعض يا رب أم ناصر يسعد صباحكم عبد المهدي غنيمات من الدوحة يسعد صباحك يا عبد المهدي طيب أنا هون عندي البصل حطيته زي ما هو كامل مثلا أيو بيبي طبعاً اخترت الأحجام للصغيرة معنا اتصال يلا ناخد نهاية من إرباد يسعد صباحك يا نهاية يسعد صباحكم الله يفلموا إذاكي يا عولا على هالبط اللي حلو الأكلات اللي بتشهر البط اللي مطستي تدللوا تعالي شمي يا نهاية الروايح بالاستوديو شوفي قديش الأكل بشهي الله يسعدكم إن شاء الله يسعد أوقاتكم إن شاء الله الله يخليك يا الله يخليك يعطيك الصحة أهلا وسهلا فيك بل إن كثير بالمدة يطلع الخط إيش هو؟ بصعوبة لعلق معاها الخط مبسوطين إنه علق ونسمعنا صوتك يا نهاية الحمد لله الله يسعد صباحكم اسمعي يا حاببة أحكيلك عن الحلويات الكزحة قولي ستي الحلويات الكزحة لش ما تعملين إياها وتنزليها؟ إحنا سونا صنية أزحة زي ما بقولوها على الشوارب افتحها على يوتيوب وحضريها وتعيلي بس أه بس هن حابب يعني أعمل هن نحضرها مباشرة أه أبشري حاضرين ستي أبشري إن شاء الله يا نهاية شكرا لإلك وشكرا على اتصالك أهلا وسهلا فيكي بكل ساعة و بكل وقت يا سلام منظر الخضرة طبعا هلأ الخضرة اللي بهرات وزيتها وشوية ماء وحطتها بالفرن روعة أمورنا بسيطة بعدين نغير الجلافز عشان نروح نحط هلأ باقي الخضار المسلوقة سوتة مع شوية زبدة مع شوية زيت هكاليتها مع شوية ملح وفلفل وهاي اللي مشوية بالفرن وكل واحد بياكل عزوء البندورة برضو حطيتها سوتة شوية زيت زيتون الدورة مسلوقة شوفي قديش يخلينا نحب ناكل الخضرة لما بكون به هاتطريقة نعم عن جد ناخد اتصال علي الفايز شكله علي بحب البط صباح الخير يا صباح الوردة نورتنا كيف حالك الله يسعدك يا رب والله ينوركم كفاية ما شاء الله يسعدك يا رب طيب اسمحي لطبح على الشيف المتقلقة دوما أهلا وسهلا أهلا يا علي والله يدمرتنا انت والله أشانت يا رب وراك وراك لا داية ولا شيء كله راح كله راح لا لا انت البركة لا إن شاء الله الخير عندك هذا يا رب الله يعطيك ألف عافية طبعا يرضى عليك يسعدك وطبعا دائما انت متميزة ورائعة ومتقلقة ما شاء الله بوجودكم الله يخليك بارك الله فيك اشي بشرح القلب هيك الصبح يعني عجبتك الوطة المهم كيف عجبتك الوطة المهم في اشي انت بتعملي ما بيعجبني مثلا يعني يعني اشو منه اشو الله وكلا يتبن دورة من ايدك غير يالله يرضى عليك ويسعدك سلام العائلتك الكريمة أهلا وسهلا فيك الله يحفظك هلا سيدي شكرا لإلك علي الفايز انبسطنا باتصالك نعم ستي احنا راح نتكلم يكون الرجال مرضي وشو ما بتعملي بالبيت بقولك تمام نعم هوgeord ملي بنcott كرز مستورد كiewوجز كيف بدي احكيه لكم كرز يعني زي العناب يادموه في اوروبا لا تدقاءة التيركي راسي السنة في الكريستماس فأنا حبت اقدمو بهذا الشكل وأوجه تحية لأبناء وطننا الغالي لكل المقيمين خارج المملكة تحياتي لإلخم았�كم جميعا الله يجيبكم بالسلامة عاجلا وليس آجلا أم خالد الكور صباح الخير منورين شفعلها وأحلى مذيعة هبة أم خالد الكور يسعد صباحك يا رب وشكرا على التعليق الحلو شكرا لإلك هلأ هبة غالية أم خالد على قلبي راسي تومي زي ما هو بيقشرم وقبل التقديم بنعمل بهذا الشكل وبنروح بنحطه على جسم البطة من فوق وبيكون معاي توم مشوي على الأصول ومش دايب ومش مخبص وما اختفى كمان مر بسم الله للناس الطيبة تستحقوا الأفضل دوما تمام ستي تمام طبعا عجبتك طيب هلأ راح نحط كمان لا تعليق أصلا أوروق من كليل الجبل خير المؤسسة الله يديمها بحب أشتغل فيه كثير بيجنن يا الله شو مبسوطين على البطة كثير عم بيعلقوه كثير مبسوطين الله يرحم بصلا لما قلنا الروح ندباه يوسف جنننا يوسف التعليقي يوسف والله سلمت على أبو نعيم والله سلمت عليه أه حم جد يعني هلأ أنا مش كثيرة كثير بس لحقت أيام ما كانت والد تتنتف بط جد سهل بالك تنظيم والد التحيات لإلهة إن شاء الله يكون عم يسمعني بحب هاي الأمور وبحب إنه ما نبعد أبدا عن أصالة هالأطباق يعني للقيمة الغدائية والفائدة اللي فيها فإذا بطلع لك بيوم من الأيام تعودي أبنائك أو حتى يعني نوعا ما تدخلي هالأصناف لا تأصري والله حلو شوفي ويسام خطاب ستي بتصبح عليكم وأنا وماما وأختي بنصبح عليكم بدنا طلب كنافة خشنة على أصولها وكل عام وأنتو بألف خير عملنا يا سيدي عملنا عملنا يا طويل العائلة سلامنا لكل العائلة أم أشرف المومني كمان بتقولك يعطيك العافية ويسعد صباحك يسعدهم ربي يسعدهم جميعا وهي صدر البطية ستي العزيزة شوف ومن قلبي الحدث أنا اليوم ما جهز صحني لاحظتي أنا جهزت لك يا سلف يلا أي كمان واحدة إحنا أعطونا ميوزيك ما بدنا صوفت أعطونا إشي فولكلور إشي أردني إنتي سمعت الأغنية اللي قبل شوي كنت يلا عم نسمعها سوا مواهب شابة أردنية كل صوت أحلى من الثاني يسعدهم ربنا يسعدهم زين محمد صباح الخير لأحلى شيف زدينا يسعد صباحك تمام يا أمر إحنا عم نرجع نفصل لكم لحتى تاخدوا وبحطوا سلايز أو شرحات من الليمون أو الأورنج وبقدموا بهذا الشكل وبهذا الشكل إحنا نعمله بالفنادق تمام تمام اسلموا إيديكي سرعة طبق فاخر عن جد طبق ملوكي زي ما حكيتي حبيبتي بلبق لكم أكتر من هيك والله على اليوم الفقرة مدتها أطول إن شاء الله ما بنأثر